السلام عليكم يا حبيبي انا اعملها مع بعض بمنتهل سهولة وباسهر وابسط المكونات شوية مية ودقيق وهناعمل احلى اطيف في البيت حاجة كده نضيفة حاجة فاخر من الاخر هتكبر سوابعك وراه امشي معي بالخطوات في الفيديو ده حبيبي واحدة واحدة وهنشوف عملناها ازاي وهناعمل مع بعض الخطوات بالتفصيل الممل يلا بينا واحدة واحدة ونشوف عملناها ازاي بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو لو لسه مش مشتركة في القناة انا برنسوسة المطبخ ارجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني اول حاجة حبيبي جيبنا البولة اللي هناجن فيها وحطينا معلقة من الخميرة الفورية وكمان هنحط عليها معلقة كبيرة من السكر هننزل عليهم بكبتين ونص من الدقيق وعليهم نص كباية من النشا حطينا كمان زارة ملح هنقلب المكونات الجفة دي كلها في قلب بعضها الاول وبعدين هننزل عليهم بتلات كبايات من الميا هنقلب بقى كله في قلب بعضه لحيات دي ما ندوب الخمير سوري هندن ندوب الدقيق في الميا واحدة واحدة كده حبيبي اهم حاجة مايبقاش فيه اي تكتلات في الدقيق بالراحة كده بمضرب السلك وندربهم واحدة واحدة دي حبيبي اهو الخليط بتاعنا اتعجن كويس جدا لو مش متأكدة انه ما فيهوش اي تكتلات ممكن ان احنا نصفيه بالمصفة بس انا شايفا قدامي انه ما فيهوش اي تكتلات خالص نغطى على الخليط بتاعنا بقى ونسيبه حوالي 15 دقيقة لحد ما يرتاح ويتخمر وبعدين نرجع ونشوف هنعمل ايه وعلى ما الخليط بتاعنا يتخمر هنعمل الشربات بتاع القطايف شربات القطايف يا حبيبي او اي شربات من المقليات او القنافة والقلاش طبعا بيبقى شربات تقيل وبارد حطينا ثلاث كوباية من السكر وعليهم كوباية ونص من المية ورفعناهم على النار واول ما بدأ يغلل نزلنا عليهم بمعلقة كبيرة من اللمون او عصير اللمونة كبيرة نسيبناهم بعد كده يغلوا حوالي من 5 دقايق ل7 دقايق وضفين عليهم النار وبعدين نسيب الشربات لحد ما يبرد تماما عملنا الشربات يا حبيبي وحطناه يتركين على الجنب هنعمل مع بعض حشوة بسيطة من حشوات القطايف اللي احنا هنعملها النهارد كوباية من الحليب ونزلنا عليها بمعلقتين من الجقيق ومعلقة واحدة من السكر هندوب المكونات دي كلها على البارد وبعدين نرفحها على النار ونفضل نقلب فيها لحد الخليط ما يتقل معنا حبيب قلبي لوصلوا معي للوقت تجي من الفيديو لو لسا ما حطيتش اللايك ولا كومنت حلو منك ارجو اللايك وكومنت حلو ولو بتعجبك وصفاتنا قوليلي في الكومنتات ايه الوصفات اللي بتعجبك وعاوز اعرف حبيبي ومتابعيني بتابعوني من اي مكان بنبدل يا حبيبي نقلب فيه معلى النار لحد ما الخليط يتقل معنا زي ما انتو شايفين كده بالزبط الخليط تقله هاي حبيبي ورفعناه كمان من على النار هننزل عليه بمكعب من الزبدة او معلقة من القشطة انا هنا نزلت عليه بمعلقة كبيرة من القشطة عشان يدي كده طعم غني كده ويدي طعم القشطة معانا في الحشوة بتاعتنا النهاردة طبعا هي هتدوب على طول من السخونية بتاعتنا نقلبهم بس كويس جدا ودي الكريمة الكدابة او القشطة الكدابة اللي احنا بنعمل وينها الحشوات بتاعتنا كده يا حبيبي اهو دوبناهم كويس جدا جدا بنبدل برضو نضرب فيهم شوية حلوين ودي القوام اللي احنا عوزين حطينا عليها بقى في الاخر كده زرف من الفانيليا طبعا الفانيليا ما بتتحطش عليها وهي على النار حطينا زرف الفانيليا في الاخر خالص ودوبنا برضو كده تمام هنجيب بقى كيس بلاستيك وهنحطه على وش الكريمة بتاعتنا علشان ما يعملش اشرة على الوش ونسيبها برضو على جنب الحاد ما تبرد خالص هنا بقى يا حبيبي هنعمل ايه هنبدأ نسوي القطيف بتاعتنا معانا هنا طاصة سخنة على النار بننزل بمقدار محترم كده كويس على الحاسب القطيفية انت عاوزها قدي عاوزها كبيرة عاوزها صغيرة بننزل بالحجم اللي انت عاوزينه واول ما تبدأ تستوي وتعمل فقعات من على الوش وتستوي خالص بنرفحها من على النار هاورا هلكم هنا اهو بالخطوات واحدة واحدة ادي نزلنا بالكمية كلها وشايفين الفقعات بتتميل اهيه زي ما انتو شايفينها كده حبيبي بتتميل القطيفة يقول لها فقعات من على الوش واول ما بنلاقيش على الوش اي عجينة خالص بنرفحها على طول وطبعا لازم الطاصة اللي احنا بنسوي فيها تكون طاصة غير لاصقة لان احنا ما بنحطش اي مادة دهنية تحتها اهو يا حبيبي انا مش بجري الفيديو خالص شايفين بتعمل فقعات واحدة واحدة اهيه لحايد ما نلاقيه ما نلاقيش اي اصل للعجينة من على وش القطيف كده خلاص العجينة اختفى من على الوش ودي هي بتطلع من الطاصة بتاعتنا بردو بكل سهولة وبكل سلاسة هنا بقى انا جربت النعمة في الطاصة اكتر من واحدة لان طبعا واحدة واحدة بتاخد وقت طويل شوية مش هتنجز معانا وادي يا حبيبي القطيف بتاعتنا خلصناها كلها شايفين شكلها عامل ازاي لونة حلوة قوي ورحتها ادي عملتلكم طبقة من على الوش وطبقة من على الظهر عشان كمان تشوفوا لونها من ظهرها عامل ازاي طبعا بنغطيها بفوتا علشان ما تنشافش معانا وبنحضر بقى الحشوات بتاعتنا اللي هنحش بها اول حشوة معايا هنا حشوة التقليدية خالص اللي هي عبارة عن سوداني وزبيب وجوز الهند اي مكسرات عندك تاني حشوة معايا انا هحشي بالطمر برضو هنحشي جزء بالطمر وتاني حشوة معانا الكريمة الكذابة او الاشطاء اللي احنا عملناها شيل الكيس بقى كده حبيبي اهي وعملتشي قشرة ولا عملت وش خالص نديها بقى تقليبة حلوة كده علشان نبدأ نحشي بيها اهي حبيبي ادي القوام اللي احنا محتاجينه قوام الاشطاء اللي احنا بنشتريها علب من بر ادي القطيف بقى نبدأ نحشيها ونلزقها مع بعض شايفين طرية ازاي حاجة كده نضيفها حاجة بتعملها بايدك انت عارف انت عاملها ازاي ولا زحمة بقى ولا واقفة في طوابير ان احنا نجيبها ان احنا طبعا القطيف دي محدش بيستغنى عنها في رمضان رمضان يعني قطيف وكل سنة وانتو بقى الف خير يا حبيبي ايه ولزقناها بالطريقة العادية خالص الطريقة التقليدية وبردو حطينا فوتة المطبخ معنا هي وهنغطيها برضو وحنا بعد نعملها علشان ما تنشافش مننا شايفين طروتها عاملة ازاي طرية جدا ما بتشققش حاجة كده جميلة وممكن تفرزيها كمان بعد ما تلزقيها اهم ما هيجلن انت لو فرزتها بتلزقيها الاول ما بتتفرزش عاجينة بس بتحشيها وبتتفرز محشيها عملنا جزء اهوي حبيبي بالمكسرات نعمل كمان جزء بالاشطاء بتاعتنا او الكريمة بتاعتنا نجيب القطيف بتاعتنا علشان نحط القشطاء معانا بنلزق جزء صغير منها كده وبعدين بناخد معلقة صغيرة من القشطاء وندخلها في النص اهم حاجة القشطاء ما توصلش للحراف علشان القطيفوية معانا تتلزق حلو لو فيه حتاجات على الطرف مكانها مش هيلزق حلو هتبقى مفتوحة وممكن الحشوة بتاعتنا تطلع واحنا بنقليها اهم حاجة ان الحشوة تبقى في النص كلها ما تبقاش اي حاجة منها على الطرف اهي حبيبي حشينا كمان اهو بالاشطاء باعتنا نحشي كمان واحدة هنعمل مع بعض زي ما انتم شفتوا 3 حشوات جزء بالمكسرات جزء بالاشطاء وجزء بالطمر تقدر تحشي الحشوة اللي تعجبت وممكن كمان تعمليها تلزقها من غير حشوة خالص وتقليها كده عادي جدا اي دي حبيبي لزقنا اهو نعمل بقى جزء بالطمر معنا الطمر طبعا لازم نشيل النواة بتاعه هو تحطها ممكن تحطي نص واحدة ممكن تحطي واحدة على حسب ما انت بتحبيها كمية الطمر جواها قد ايه وبردو بتتلزق معنا بمنتهي السهولة خالص اول ما بتندوس عليها بتلزق في بعضها على طول نعمل بقى كبان واحدة مع بعض برضو بالطمر حشوات طعمها جميلة جدا لزيزة جدا جربوها وبالفة هنا وشفة لكل اللي يجربها ولو عجبتك طبعا الوصفة ما تنسيش تكتبيلي في الكومنت ان انت جربتيها والوصفة عجبتك واضي حبيبي شكل القطايف بتاعتنا كلها بعد ما لزقناها كلها شايفين اللون هعمل زيزة جميلة جدا يلا بينا بقى نروح نقليها في الزيت معانا هنا الطاصة بتاعتنا وفيها كمية زيت محترمة الزيت سخن بنوضع على الزيت درجة حرارة متوسطة ما بنقليش القطايف على درجة حرارة عالية رصينا الطاصة بتاعتنا بس انا لما تاخد اللون الذهبي من تحت ونقلبها على الوش التاني اي دي هوي حبيبي بنقلبها على الوش التاني بعد ما خدت اللون الذهبي تقدر تخليها تاخد اللون اللي انت محتاجيه لون فاتح لون غامق شوية بس هو ده اللون اللي انا حبيه واللي انا بحبه طبعا بتطلع مقرمشة جدا لون ها هي حبيبي بنطلحة من الزيت على الشرباط على طول القطايف سخنة والشرباط تقيل وبارد بنطلحة من هنا على هنا على طول بنديها تقليبة بقى عاوزة تسيبيها في الشرباط كمية زيادة شوية عاوزة تعملتش لها على طول انا بديها تقليبتين بس في الشرباط وبطلحة برضو على مصفة علشان تنزل باقي كمية الشرباط بتاعتها يعني هي تاخد كفايتها والزيادة ينزل في قلب المصفة نخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة ودي يا حبيبي شكل القطايف بتاعتنا الشكل النهائي رشينا عليها رشية جوز الهند كده حاجة كده رزينا وحاجة كده بتطعم حلو قوي وكده يا حبيبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة ودي شكل القطايف بداعتنا ما خدتش مننا اي وقت خالص وما خدتش مبكود وما خدتش مكونات كتير زي ما انتو شفتو شوية دقيق ومية وعملنا احلى قطايف ودي شكلها من جوه مقرمشة من بره وطريه شوية من جوه لو عجبتك وصفتنا النهاردة حبيبي ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة واستنونا في فيديوهات تانية كتير ومعنا